الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الكلام في شرح المسألة السابعة عشر والتي قال المات فيها المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة إلى آخر ما أفاد الشارح رحمه الله يجعل الضابط أكثر دقة من الناحية ماذا من الناحية العلمية ومن ناحية من الناحية الفنية بتعبير أدق من ناحية التعبير الأصولي التعبير الفقهي المات رضوان الله عليه يتكلم مع عامة الناس يتكلم مع عامة المكلفين لكن الشارح يريد أن يوضح المسألة بالنسبة إلى الباحثين بالنسبة إلى المجتهدين بالنسبة إلى المحققين هكذا ومن هنا فتعبيره أكثر دقة لاحظوا السيد الشارح يقول أن المقصود والمراد من الأعلم هو من يكون أقدر على إرجاع كل فرع إلى أصله يعني لاحظوا الآن أفرضوا مسألة هناك مسائل نفترض مسائل في العبادات هناك مسائل في المعاملات في العبادات أيضا يوجد مسائل متنوعة مسائل الوضوء غير مسائل الصلاة ومسائل الصلاة تختلف عن مسائل الصيام بل في مسائل الصيام وفي مسائل الصلاة بنفسها نفس الصلاة في مسائل الصلاة توجد ماذا؟ تنوع واختلاف ربما في المسائل بعض المسائل تحتاج في استنباطها إلى بحث عقلي بعض المسائل تحتاج في استنباطها وفي استكشافها إلى بحث أصولي بعض المسائل تحتاج إلى ماذا إلى بحث روائي بحث في مفهوم هذه الرواية لأن هناك رواية صحيحة اتفق الأصحاب على الرجوع إليها واختلفوا في تفسيرها حيث لا بد أن يكون ماذا البحث أن يكون البحث بحثا فقهيا بحثا في الألفاظ بحثا في المفاهيم هكذا في مفهوم هذه العبارات وفي مفهوم تلك العبارة وفي مفهوم هذه العبارة واضح إذن يستحول إلى بحث ماذا إلى بحث فقه فالخلاص أن يكون المجتهد قادرا على إرجاع كل فرع يعني كل مسألة كل مسألة فقهية يستطيع إرجاعها إلى دليلها إلى دليلها الشرعي التفصيلي يعني إرجاع هذه الفتاوى إلى ماذا إلى أصولها إلى من شائها إلى أدلتها إلى أدلتها التفصيلية فهو أقدر على استكشاف الأدلة التفصيلية في كل مسألة بخصوصها وليس المطلوب أن يكون أقرب إلى الواقع ربما يكون الإنسان أكثر دقة وأكثر علمية ولكنه ليس أقرب إلى الواقع في عالم الثبوت عند الله تعالى نحن من أن نعرف أن هذا المجتهد رأيه أقرب إلى أحكام الله أحكام الواقعية لا نعرف الأحكام الواقعية لو كنا نعرف الأحكام الواقعية نعمل بالأحكام الواقعية ولا معنى أن نرجع إلى رأيه المجتهد هذا المجتهد أو ذلك المجتهد خصوصا مع اختلافهم فكيف نعمل بفتاواهم ونترك الحكم الواقعي ونحن نعرفه إذن نحن لا نعرف الحكم الواقعي وليس المطلوب الأقربية إلى الحكم الواقعي ليس المطلوب الأقربية إلى الحكم الواقعي فتنبه جيدا ليس المطلوب بالأعلم أن يكون أعلم بالحكم الواقعي لا بل المطلوب في الأعلم أن يكون أقدر على استنباط الأحكام الشرعية كما يشير لعله إلى ذلك المات قال الحاصل أن يكون أجود استنباطا وهذا المعيار في الأعلمية أن يستطيع إرجاع كل فرع كل مسألة فقهية إلى دليلها إلى أصلها إلى الحج القائمة عليها فلابد أن يكون محيطا بالحجج محيط وقادر على ماذا على التعامل مع هذه الحجج والأدلة الشرعية بحيث يستطيع استنباط هذه الأحكام منها بما يناسب كل حكم وما يناسب كل مسألة فالمسألة التي تحتاج إلى بحث عقلي هو يبحثها بحثا عقليا مميزا يبحثها بحثا عقليا هو الأجود من الأبحاث العقلي وعندما تحتاج المسألة إلى بحث فقهي يكون هو الأجود في فهم الرواية وهو الأجود في فهم المعاني العرفية وإرجاع هذه الألفاظ إلى معانيها ومفاهيمها لاحظتك؟ هكذا وهكذا عندما تحتاج المسألة إلى بحث رجالي هو يكون الأجود في ذلك البحث الرجالي وهكذا فإذن يرجع كل مسألة وكل فرع يرجعه إلى ماذا؟ إلى أصله وإلى دليله وإلى الحج عليه واضح؟ هكذا هذا هو الأعلى هذا هو الأعلى واضح؟ وليس المقصود أن يكون أقرب إلى الواقع لأن من أين لنا أن نكتشف أن يكون هو أقرب إلى الواقع أو حتى إذا عرفنا أنه أقرب إلى الواقع بشكل إجماري لو فرضنا أن الإمام أخبرنا أن زرار مثلين أبعد عن ماذا؟ عن الأحكام الواقعية من محمد بن مسلم فرضا لكن كان زرارة أجود وأعلم من ناحية عملية الاستنباط من أين لنا أن نعرف كيف في أي مسألة كان هناك خلل في تصرف زرارة بحيث أنه لما يستكشف الحكم الواقع لا نستطيع أن نعرف لا نستطيع أن نعرف كيف يكون محمد بن مسلم أجود من زرارة في ماذا؟ في الوصول إلى الحكم الواقعي لا نستطيع أنصافا فإذا هذا ليس هو المعيار المعيار هو أن يكون أقدر على عملية الاستنباط أقدر على عملية الاستنباط طيب قد يقال أن كلمة أعلم هذه أفعال تفضيل يعني أكثر علما فإذا كان أكثر علما يعني أكثر معرفة للحكم الواقعي فكيف تقول بأنه لا تشترط الأقربية للحكم الواقعي فإذا لابد أن يكون هو أكثر أكثر معرفة مثلا في المسائل الأصولية أكثر معرفة للمسائل الفقهية أكثر معرفة للمسائل الرجالية وبالتالي يكون أكثر معرفة للأحكام الواقعي قل لا هذا ليس هو المعيان أن يكون هو أكثر علما ليس هذا هو المطلوب بل المطلوب أن يستطيع أن يكون لديه القدرة أن تكون لديه من الذكاء والحنكة والقابلية بحيث يستطيع إرجاع كل فرع إلى أصله إلى دليله إلى الحج عليه عندما يبحث أي مسألة هو يكون ماذا هو الأقدر عليها هو الأقدر في بحثها والأقدر على ماذا على إرجاعها إلى أصولها وأدلتها وإلى قواعدها هذا هو المعيان واضح بل أن هذا هو الدليل مقتضى الدليل هذا مقتضى الدليل الذي دل على لزوم الرجوع إلى الأعلم ما هو الدليل الدليل هو حكم العقل العقل يحكم بأنه في مثل هذا الحال عندما يدور الأمر بين التعيين والتخيير عندما يدور الأمر بين إجزاء هذا العمل المطابق لقول الأعلم أو إجزاء العمل المطابق لقول غير الأعلم يكون قول الأعلم متيقن الحجية وقول غير الأعلم مشكوك الحجية واضح كما تقدم بيانه مرارا قال الظاهر أن المراد به الأعرف في تحصيل الوظيفة الفعلية عقلية كانت أم شرعية إذن حتى ربما أحيانا نحتاج نحتاج في بعض المسائل إلى بحث عقلي في بعض مسائل المعاملات نحتاج إلى بحث عقلي ونحتاج إلى بحث استدلال محظ ولا توجد رواية أحيانا في بعض المسائل من أصلي كل فرع من أصله لابد أن يستطيع أن يكون أقدر في إرجاع كل مسألة إلى قواعدها إلى الأصل الدال عليها إلى الدليل الأنسب الوارد فيها واضح ولا يلزم فيه أن يكون أقرب إلى الواقع لأنه بالنتيجة هو مجتهد والمجتهد لا يلزم أن يكون مصيبا للواقع ربما هذه الدقة هذه الدقة الزائدة ربما تبعده عن سماحة الشريعة ربما بالنتيجة أن هذا هو هذه الحجة الثابتة عندنا هذا المتيقن الثابت عندنا ذاك ما ثابت لم يثبت ماذا نفعل ربما يكون ذاك أنسب إلى سماحة الشريعة ربما لكن لا نستطيع إثباته لا دليل عليه واضح قال ولا يلزم فيه أن يكون أقرب إلى الواقع كما لا يكفي ذلك يعني لا يكفي أن يكون أعرف بإرجاع كل مسألة إلى أصولها ولكن إذا كان يسلك طرق وأساليب لم تثبت من الشارع المقدس من قبيل ماذا؟ من قبيل أن يستند إلى بعض الأحلام في الفتوى يستند إلى بعض الأحلام يستند إلى الحدث لا إلى الدليل الشرعي لا يستند إلى الحدث قل أنا عندي حدث أنا متأكد مطمئن متأكد أن الحكم يكون هكذا أن الحكم يجب كذا أو ماذا؟ أن سماحة الشريعة مثلا لا تسمح إلى أمر الفلاني من أين لك أن سماحة الشريعة لا تسمح؟ هذا لا نستطيع بعد هذا عندما يستخدم أساليب أساليب غير الطرق المجعولة شرعا إذا استخدم أسلوب غير الطرق المجعولة شرعا لا يمكن الاعتماد عليه لا يكون هو الأعلم وهو المرجع وهو الذي يجتزأ بقوله ويجتزأ بعمله قال كما لا يكفي ذلك يعني أن يكون أقرب إلى ماذا؟ إلى إرجاع كل فرع إلى أصله إذا كان أقدر على ذلك ولكن إذا كان سالكا ما لا يجوز سلوكه إذا كان سالكا ما لا يجوز سلوكه من الطرق في مقام الاستنباط غفلة منه أو قصورا أحيانا نتيجة الغفلة أو أحيانا نتيجة القصور يعني هو يبحث ويحقق ويريد أن يصل إلى الحكم الواقعي ولكن يخطئ الحكم الواقعي بشر فهو يخطئ الحكم الواقعي قصورا أو غفلة كما يوجد عند كثير من البسطاء هذه المسألة لا تختص بالمجتهدين حتى بعض الناس عامة الناس غير المجتهدين من البسطاء أيضا يمكن أن يتعرض إلى هذا الخطأ يمكن أن يقع من الناس ولو كان معذورا لقصوره لأنه قاصر حسب الفرض أنه قاصر لأن الدليل الثابت عند المجتهد فرضا الدليل الثابت عند المجتهد يثبت ماذا؟ الأمر الفلاني الدليل الثابت هذا يثبت الأمر الفلاني والواقع الواقع غيره ولكن ضاع الدليل عليه بالنتيجة هذا المجتهد عندما أفتع على طبق الدليل الموجود يكون معذورا ويكون قاصرا لا يستطيع الوصول إلى ذلك الحكم الواقعي من دون دليل لا يستطيع الوصول إليه من دونه لأن الدليل فقد لأن الدليل ضاع واضح؟ هش يكي قال كما يوجد عند كثير من البسطاء ولو كان معذورا لقصوره حتى لو كان معذورا لأن العذر لا يسوغ رجوع المكلفين ورجوع المقلدين إلى مجتهد ماذا؟ لا يصيب الدليل لا يعمل على وفق الدليل لا يستطيعون وأما حمل الأعلم على معنى أكثر علما يعني أفعال تفضيل يعني ماذا؟ يعني أكثر معلومات أكثر علما أكثر معرفتان هكذا وأما حمل الأعلم على معنى أكثر علما وأوسع إحاطة بالمعلومات وهو وإن كان أقرب إلى معنى التفضيل المدلولي لهيئة أفعال ظاهر هيئة أفعال أعلم يعني أكثر علما هذا معنى أعلم يعني أكثر علما فإذا لابد أن يكون عارفا بجميع المعلومات عارفا بجميع المسائل الفقهية عارفا بجميع الأخبار مثلا عارف بجميع الفروع والأدلة عارف بذلك ويوجد من هو أعرف منه هذا الأعرف يكون هو الأعلم واضح قل ليس كذلك فهو وإن كان أقرب إلى معنى التفضيل المدلول لهيئة أفعال إلا أن الظاهر كونه غير مراد هذا ليس بمراد غير مراد القائلين بوجوب تقليد الأعلم ولا يقتضيه الدليل المتقدم عليه الدليل الذي دلنا وأفاد وأثبت لزوم تقليد الأعلم ما هو الدليل إما بناء العقلاء وإما أصالة التعيين عند الدوران بين التعيين والتخيين واضح إما أصالة الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيين وإما بناء العقلاء وكلاهما يثبتان ماذا يثبتان لزوم مراجعة الأجود في ماذا في إرجاع كل فرع وفي كل مسألة إلى دليلها الشرعي وليس إلى ماذا أن يكون هو أعلى يكون لديه حافظة قوية كالكومبيوتر مثلا كالحاسبة ليس كذلك ليس المقصود هذا المعنى وإنما المقصود أن يكون ماذا أقدر على عملية الاستنبار كما يشير إليه تعبير الماتن رحمه الله وإن كان يبدو من عبارة الماتن عندما يقول بأنه أكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار وأجود فهما للأخبار قد يقال أو مثلا عندما قال أعرف بالقواعد قد يقال أن المقصود منه يعني أكثر إحاطة أكثر معلومات لكن عندما قال الحاصل أن يكون أجود استنباطا رجع لعله صار مفاده نفس مفاد كلام الشارح لأن المعيار هو أن يكون أقدر على عملية الاستنباط أن يكون أقدر على عملية الاستنباط الشرعي من خلال الرجوع في كل مسألة إلى دليلها الشرعي واضح؟ لابد أن يرجع إلى دليل هذه المسألة ولا يكفي أن يرجع إلى ماذا؟ إلى معلوماته وإلى معرفته أن يكون هو أكثر معرفة ولكن عند الدقة وعند المراجعة إلى الأدلة يخطئ هذا الدليل لا فائدة من ذلك لا فائدة يعني إذا كان أقل ذكاء لعله إذا كان أقل ذكاء يشكل الرجوع إليه حينئذين ربما يكون الأكثر ذكاء بحيث وأكثر بحثا وتحقيقا يعني الأكثر وصولا الأكثر وصولا إلى الأدلة الأكثر وصولا إلى الأدلة هذا هو الأعلى واضح هكذا قال وأما حمل الأعلم على معنى أكثر علما وأوزعي حاطة بالمعلومات فهو وإن كان أقرب إلى معنى التفضيل المدلول لها يأتي أفعال إلا أن الظاهر كونه غير مراد القائلين بوجوب تقليد الأعلى ولا يقتضيه الدليل المتقدم عليه من بناء عقلاء أو أصالة احتياط ونحو ذلك فلاحظ المسألة الثامنة عشر الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل في هذه المسألة المات رحمه الله يتعرض إلى مسألة احتياطية يقول أحوط الأحوط أن لا يقلد الإنسان مرجعا مفضولا مع وجود مرجع أفضل منه حتى لو كان متوافقين في الفتوى كلاهما يفتي بالقاصر هذا المرجع يفتي بالقاصر وذلك يفتي أيضا بالقاصر فيقول لا ينبغي أن تقلد المفضول حتى في المسألة التي يتوافق فيها مع ماذا؟ مع الأعلى لا بل الأحوط أن تقلد الأعلى يعني هذا يقين هو هذا المتيقن هذا هو المتيقن صحته والمتيقن إجزاؤه فيكون أحوط لكن الشارح رحمه الله يقول نحن من خلال الأدلة من خلال البحث السابق أثبتنا أن مقتضى الأطلاقات عندما تقول الآية الكريمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون في هذه الطائفة من هو أعلم ومن هو ليس بأعلم لم تجعل الحجية لخصوص الأعلم جعلت الحجية للجميع جعلت الحجية بأطلاقها لقول الأعلم وغير الأعلم من هؤلاء المنذرين من هؤلاء المتفقهين من هؤلاء المبلغين واضح جعلت الحجية للجميع ولم تقيدها ولم تخصصها بخصوص فتوى الأعلم فمقتضى إطلاق الأدلة جعل الحجية لقول الأعلم وغير الأعلم معا لكن عند الاختلاف لا يمكن التمسك بهذا الأطلاق لأنه لا يعقل أن الشارع المقدس يجعل الحجية للمتكاذبين للمتعارضين ما معقول فإذن ما هو الحج من هذين المتعارضين إما أن يسقطها معا وهذا ثابت بالإجماع أنه لا أنه الحج موجودة في ماذا؟ في التقليد الحج موجودة في فتوى المجتهدين يكفي للمكلف أن يعمل بفتوى أحد المجتهدين إجمالا يوجد عندنا دليل يوجد عندنا إجماع على كفاية الرجوع إلى المجتهدين حتى لو كان المجتهدان مختلفين يجوز الرجوع إلى أحدهم طيب حينئذ فأي منهما نعمل بقوله؟ نعمل بقول الأعلى أو غير الأعلى؟ حينئذ دل الدليل العقلي وبناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلى وعدم الرجوع إلى غير الأعلى ومن هنا يكون ماذا؟ يكون تقليد غير الأعلى في حالة الوفاق جائزا في حالة الاختلاف ما يجوز الرجوع إلى غير الأعلى وأما في حالة الاتفاق في حالة التوافق في الفتوى يجوز الرجوع إلى غير الأعلى واضح؟ هذا بحسب الأدلة قال قد تقدم أنه مع اتفاق الآراء فالجميع حجة والعمل المطابق لواحد منها مطابق للجميع حسب الفرد لأن المفروض أن هذه الحجج متوافقة فإذا كانت الحجج متوافقة يجوز العمل بكل منهما فكما يجوز العمل اعتمادا على رأي الأفضل يجوز اعتمادا على رأي المفضول أيضا هكذا وكما يجوز الالتزام بالعمل بالأول كذلك شنو يجوز الالتزام بالعمل بالثاني أيضا المفضول أيضا يجوز العمل به فاحتمال المنع عن الثاني غير ظاهر الوجه يعني لا يوجد عندنا دليل يلزم بهذا الاحتياط نعم هو أحوط هو أحوط بمعنى أنه أقرب أقرب ماذا؟ أقرب إلى حكم العقل العقل يقول كلما كلما عملت بفتوى الأعلام فعملك مجزي عملك مجزي وإذا عملت برأي غير الأعلام ربما يكون هم مجزيا ومقتضى الدليل ومقتضى الحج أنه مجزي ولكن لا نعرف الواقع لأن المفروض أن هذه الحجة ليست دليلا قطعيا التي أثبتت التي أثبتت الحجية لقول غير الأعلام هي ظاهر ظهور والظهور يفيد الحجية ولكنه لا يفيد العلم لا يفيد اليقين واضح؟ فإذا إيصر ما دام يوجد احتمال أن تكون الحجية وأن يكون الإجزاء في فتوى الأعلام فقط إذن يجب أو ينبغي الأحوط تقليد الأعلام حتى عند الاتفاق حتى عند الوفاق قال فاحتمال المنع عن الثاني غير ظاهر الوجه إلا إطلاق قولهم لا يجوز تقليد المفضول لكن لو تم الإطلاق فليس معقدا لإجماع واجب العمل نحن ليس عندنا حجة على عدم جواز تقليد ماذا؟ تقليد المفضول عند الاتفاق عند التوافق وإنما عندنا حجة بالعكس على جواز الرجوع إلى غير الأعلى عندنا حجة على ذلك غاية الأمر أن هذه الحجية ليست قطعية فإذن للاحتياط مجال الاحتياط العقلي يوجد له مجال ولكن ليس عندنا دليل يؤيد ما أفاده الماتين وظاهر عبارة الماتين هو الاحتياط الوجوبي لأنه عندما يطلق الاحتياط من دون سبق هذا الاحتياط بفتوى مخالفة ولا لحوقها بفتوى مخالفة قال الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتوى وفتوى الأفضل ولم يقل وإن كان يجوز تقليده في ذلك أو يقول مثلا يجوز تقليد المفضول واضح في صورة الوفاق ولكن الأحوط تقليد الأعلى مطلقا هذا يصير احتياط استحبابي لكن عندما يطلق الاحتياط هذا الاحتياط وجوبي هذا يحتاج إلى حجة يحتاج إلى دليل يحتاج إلى منشأ يقول لا لا يوجد عندنا منشأ فاحتمال المنع عن الثاني غير ظاهر الوجه هذا الاحتمال بحيث يستوجب الاحتياط الوجوبي لا وجه له واضح إلا اطلاق قولهم لا يجوز تقليد المفضول هذا الاطلاق أيضا لا يصل إلى مرحلة الإجماع هذا الاطلاق لا يصل إلى مرحلة الإجماع فحين ذا ليس بحجة واضح؟ لأن اطلاق الفتاوى ليس حجة شرعية ليس من قبيل اطلاق الروايات اطلاق الروايات حجة لأنه نرجع فيه إلى الظهور بينما اطلاق كلمات الأصحاب كلمات الأصحاب ليست ماذا؟ كلمات الأصحاب ونقلهم للفتاوى ليست لا تعتبر رواية ليست رواية فلا اطلاق فيها إذا تحقق الإجماع فالإجماع حجة إذا لم يتحقق الإجماع فليس بحجة مجرد نقل الأقوال واتفاق أو يبدو اتفاق الأقوال أو ظهور اتفاق الأقوال هذا لا يدل لا يكون حجة شرعا فتأملوا جيدا في هذه المسائل الاطلاق متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة في كلمات الفقهاء الاطلاق في كلمات الفقهاء ليس بحجة اللهم إلا عندما يفتي لمقلديه يصير حج أيضا ولكن عندما يكون ينقل أشياء عن علماء آخرين هذا ليس بحج نقله لأقوال العلماء الآخرين ليس بحج واضح هكذا إلا إذا تحقق الإجماع لكن لو تم الإطلاق الإطلاق ما معلوم أنه تام فليس معقدا لإجماع واجب العمل واضح المسألة التاسعة عشرة لا يجوز تقليده غير المجتهد وإن كان من أهل العلم لا يجوز تقليده غير المجتهد وإن كان من أهل العلم حتى لو كان هذا الشخص على مستوى عالي من المعرفة مبلغ جيد خطيب جيد ماذا طالب علم جيد ولكن لم يصل إلى مرحلة الإجتهاد إذا وصل إلى مرحلة الإجتهاد ووصل إلى مرحلة الإعلمية حين يدبعا لا يحتاج لا يحتاج إلى ماذا لا يحتاج إلى تقليد ولكن هذا الشخص ما دام غير مجتهد لا يجوز تقليده غير المجتهد لا يجوز الرجوع إليه وتقليده في الأحكام التي يقول بها وليس بمجتهد فما دام غير مجتهد إذا لا يجوز الاستناد إلى فتوى والدليل قائم على ذلك يعني ليس فقط لعدم الدليل ليس لعدم الدليل فقط على حجية قوله بل الإجماع قائم الإجماع قائم على عدم إجزاء العمل بفتوى إذا أفتاك من ليس بمجتهد طبيب مثلا يقول لك لا تصوم لا يجب عليك الصوم لا تصوم أنا أقول لك لا يجب عليك الصوم الطبيب نقول له هكذا هل أنك تقول لا يجب علي الصوم لأنه يضرني باعتبار أن الشارع المقدس المجتهدين قالوا بأنه إذا كان الصوم مضرا حينئذ أفطر لا يجب عليك الصوم صحيح أما إذا كان الطبيب يقول لك أنا أقول لك لا يجب عليك الصوم وأنت لسه بمريض أنت لسه بمريض ولا يضرك الصوم لكن أنا أقول لا يجب عليك الصوم من أين لك أنت لا يجب عليك الصوم الطبيب ليس بمجتهد ليس دوره ماذا أن يبين ماذا الأحكام الشرعية من شأنه أن يبين الموضوع يقول هذا العمل يضر هنا تحتاج عملية هو طبيب أبدان هو عالم بالأبدان وليس عالما بالأديان إذا صار مجتهد جيد صار عالم بالأديان أيضا لكن فرض المسألة أنه ليس بمجتهد في الأحكام الشرعية فلا يحق له ماذا أن يتدخل في هذه الأحكام الشرعية قال إجماعا لعدم الدليل على حجية فتوى إذا أفتاك هذا الشخص الذي ليس بمجتهد فهو ليس بمجتهد فما معنى فتوى لا يصح الرجوع إلى فتوى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد